السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المراهق المظلوم ماذا يريد منك المراهق كأب وكأم وكأخ كمعلم في المدرسة في الجامعة يريد منك أن تتقبله كما هو عليه وليس كما تتمنى أن يكون عليه يريد منك لمسة حانية يريد من الأب أن يحتضنه وأن يقدره وأن يصفق له عندما ينجز لا يريد أن تعلق على تسريح شعره أو ملبسه أو حزاؤه لا يريد منك أن بين الحين والحين أن تنتقده فإذا فعلت ذلك فهو مظلوم ولا يجب أن تتعامل معه بهذه الأليه يريد منك أن لا تعلق على صداقاته أو على الأفراد الذين يتعامل معهم بسخرية أمام الآخرين المراهق يريد منك أن تحتوي بعبارات الحب والثناء والكلمات الطيبة إن فعلت ذلك ملكت قلبه وسامع إليك وأنصت إليك وتقبل توجيهك المراهق لا يريد النقد الهدام وإنما يريد التوجيه الفعال المراهق لا يريد من حضرتك كثرة علامات الاستفهام حول سلوكه لأنه في النهاية سلوكه ليس بإردته في لحظة معينة وإنما هو يراهق فعاليا فيمر بمرحلة يحتاج إلى من يوجهه يحتاج إلى من يتعامل معه يحتاج إلى من يحبه لهذا يبحث الأبناء عن الصداقات خارج البيت في غياب دور الأم ودور الأب مع البنت أو مع الأب ويحدث ما يحدث في شوارعنا من تحرش ومن فوضى ومن فضلكم أنا هنا موجودة وأنا هنا موجود عبروني هذه الإيحاءات وهذه الإيماءات سببها سلوكيات الأباء والأمهات في غياب الرقابة التوجيهية وليست الرقابة التسلطية في غياب الابتسامة الحقيقية وليست الابتسامة المصطنعة في غياب التوجيه الأبوي الأسري الذي هو مظلة التربية الوالدية التي يجب أن يكون عليها المراهق أحباء الكرام يريد منا أن نحترم ونقدر كما هو عليه بالفعل وليس كما نتمنى أن يكون قدر ملكاته وإمكاناته وخصائصه لا تقارنوا بغيره أبدا لأن المقارنة بالغير مسألة محرجة ومزعجة للغاية واقع مجتمعنا وأمتنا عندما أسأل الكثير من الطلاب بالجامعات وغير الجامعات في مصر وفي غير مصر يقولوا دعنا نعبر عما نحن فيه في مرحلتنا لا نجد من يستمع إلينا في البيت لا نجد من يستمع إلينا في المدرسة وهنا تحدث الإشكالية الكبيرة جدا أن المراهق مظلوم وأن الذي يظلم يجب أن يعي دوره للأسف الشديد حضرتك لا تعوا أدواركم لأننا لا نتعلم ولا نقرأ ولا نعرف سمات ولا صفات المراهق حتى نتجنب السلبيات ونسعى إلى الإيجابيات مع صوت هذا العصفور الذي يذهب إلى دياره وإلى بيته لينام وصوت الطبيع الذي هو خلف الآن أدعوكم وأدعو كل من يستمع إلى تلك الحلقات أن لا نأخذها إلا بمحمل الجد ونتواصل مع أصدقائنا ومع أقربائنا ونبلغ هذه الرسائل إذا أردنا لأمتنا ومجتمعنا نهوض حقيقي وتربية حقيقية وتربية والدية ونهوض بالمراهق لكي لا يكون مظلوم ونحن من نظلمه نلتقي على خير في أمان الله ترجمة نانسي قنقر